أقباس من الإمامة آية التطهير تشمل النساء الدليل مع الآل سادسا للتأكيد على السياق ودلالته على شمول آية التطهير لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن مقطع التطهير ليس آية كاملة بل هو جزء من الآية الثالثة وثلاثين من سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية بجزئين متجاورين ملتصقين جزء أول يتضمن خطابا لنساء النبي عليه وعليهن وعلى آله الصلاة والسلام وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله جزء ثاني يتضمن معنى التطهير لأهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سابعا نبقى مع السياق والكلام بخطوات أولا إذا كانت آية التطهير غريبة عن آيات النساء وأحكامها ثانيا فإن مقتضى السياق والحكمة والبيان أن تذكر آية التطهير بعد الانتهاء من آيات النساء ثالثا مثلما انتقل الخطاب إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بعد أن انتهى من ذكر النساء وأهل البيت يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن من الآية الثانية والثلاثين وعطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من الآية الثالثة والثلاثين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من الآية الرابعة والثلاثين ثم انتقل الخطاب إلى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الآية الخامسة والثلاثين رابعا لكن آية التطهير لم تذكر بعد الانتهاء من آيات النساء بل حشرت بينها فقد سبقت ولحقت بخطاب النساء يا نساء النبي أهل البيت واذكرنا ما يتلى في بيوتكن خامسا إذن يثبت أن آية التطهير ليست غريبة عن آيات النساء وأحكامها بل ترتبط بها بحسب السياق والحكمة والبيان ثامنا تأكيدا على السياق وشمول النساء لبنات النبي مع زوجاته عليه وعليهن وعلى آله الصلاة وسلام نجد أن الخطاب القرآني قد بدأ بالزوجات في الآياتين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ثم انتقل للنساء في الآية الثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين وفي نفس الآية الثالثة والثلاثين ذكر أهل البيت ثم ذكر النساء في الآية الرابعة والثلاثين ثم انتقل للمسلمين والمسلمات في الآية الخامسة والثلاثين يا أيها النبي قل لأزواجك يا نساء النبي من يأتي منكن يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت واذكرنا ما يثلى في بيوتكن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المرجع المهندس الصرخي الحسني